مساء الفل للناس الكله اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بقناة عالم الكريبتو معاكم اخوكم ابو كريم واليوم حلقة مهمة جدا 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 طبعا اصدقائي اللي مو مشترك بالقناة يعمل اشتراك وتفعيل جرس التنبيه لايك او ديس لايك المحتوى وشاهد القناة واللي راح تشوفو بهاي القناة كرسات كاملة واشياء مرح حدا يتكلم عنها ومعظم الاشخاص واللي على اليوب او غيرهم بيتكلموا عن عملات بالسوق يعني مثل الاثيريوم وسولانا وغيرها ما بتقدر تحقق 100 اكس و50 اكس و30 اكس خلينا نتكلم بصراحة في شيء اسمه الديجن او العملات اللي بتطلع مباشرة بالسوق وكيف ممكن نحن نقدر نقتنصها وشو هو الاساليب اللي ممكن نشتغله على هذا الشي لذلك الامر بهذا الجزء الثاني طبعا عملنا جزء اول راح يظهر باعل القائمة فوق لازم تحضره قبل ما تحضر الجزء الثاني هذا عن سنايبر بوت ميزاته الخرافية جدا كيف ممكن يساعدك كيف ممكن انت تقدر من خلاله تقتنص عملات باسلوب رهيب جدا هاي حدث ما توصل اليه الكريبتو يعني احنا راح ندخل في جحر الارنب اصدقائي راح تشوفوا اشياء ما راح تشوفوها بباقي القنوات فاشتركوا وخلينا نبلش بالجزء الاول اصدقائي عفوا طبعا تكلمنا عن الماسترو ما راح نتكلم عن الماسترو بشكل يعني كيف فيك تحضر الجزء الاول تعرف كيف تعمل ستاب كيف تعمل كل الاصص الثاني كل هاي الاشياء ولكن الاشياء اللي ما تكلمنا عنه واللي هي الاهم اللي هي طبعا الكل تشانل الكوبي تريد البريسيل القادمود هدول الميزات اللي فيه للبوت هدول اهم شي طبعا الكل تشانل شو معنات الكل هي التوصي باللغة الانجليزية إنه واحد عمل كول واحد عمل توصي لعملة معينة بالجروب او بالتويتر او واتسيفر المكان تبعه الكوبي تشانل فيه قنوات على التليجرام بتضغط عليها طبعا اصدقائي نحن عم نشغل على البيانس مارشين البي اس سي بنختارها لانه ترانزكشن قليل بالنسبة لي لانه هذا الشرح للفيديو من الصعب انه اعمل ترانزكشن كتير وكلفني اثيريوم كتير ولكن نفس العملية هي مكررة ولكن تختار الشبكي نحن محفظتنا على البيانس بنكفي على البيانس بهذا المكان راح تلاقف اكتر من شي خمسين بيج او صفحة كل هاي قنوات تليجرام بتعمل توصيات اسمها كول وفيك انت تبعه بتضغط هلا هي اكس بهذا المكان باللون الاحمر بتضغط على اي وحدة منها وبصير عندك متابعة لهاي القناة بس تنزل توصيه انت بتعمل كوبي عن هاي التوصيه طبعا فقط بعد ما تعمل انا ما راح تابع اي منهم لانه 90% منهم فراطة يعني ولكن اذا انت عندك قناة تتبعها اجنبية ورعبية وحابب تعمل ففيك تعمل من هاي تعمل بحث طبعا سيرج وتعمل لينك لعله وبعدين بتحط المبلغ اللي انت حابب تستثمر فيه ها بشكل مبسط ما راح تعمق فيها ولكن راح تعمق بال نعمل ريتير راح تعمق بالكوبي تريد والبريسل واللي هو كتير ناس بده اياه ومركزي عليه وقوة سنايبر بوت بالبريسل والقاد مود الكوبي تريد شو يعني نضغط على الكوبي تريد يعني اذا انت هاي بعد فترة راح اعمل كورس كمان تاني لانه بحر الموضوع كورس راح تكلم فيه كيف ممكن انت تجيب محافظ حتان محددة بتعمل صفقات وبتعمل ارباح كبيرة وممكن انت تقدر تعمل كوبي يعني شوني بشتروا انت بتكون عامل شراء هوني ببيعوا انت بتكون عامل بيع اوكي بنختار طبعا الشبكي بايننس لانه نحن هنشغل على بايننس بتكون اول شي اصدقائي بالمكان هون بتكون off لونه احمر بتطرت عليها بتصير لونه اخطر بتصير له on وبعدين انا راح الغي طبعا احد الحيتان وضيف واحد جديد مش هنشوفوا انتو كيف هاي شيء كتير مهم بنضغط على add wallet or connect بيسألنا هون انو شو الاسم بدك يا بدك اكتب matrix اي اسم بتحبو انت و بنضغط enter بيقل لي يعطيني الادرس تابعوه انا راح انسخ محفظتي انا اوكي مش هنفرجيكم شيء عملي يعني انا لما اشتري انا حوت فرضا و بدي اشتري فكيف انت السنايبر بوت لحاله بيشتري و ببيع و كل هاي التفاصيل بنضغط على token عفوا على الاكاونت تابعي اللي هو بهذا المكان انت فيك تعمل ليستة لعشر محافظ لحيتان لكذا لناس خبراء او واحد خبير جدا بدي اعطيك المحفظة تابعوه وتعمل copy بتعمل copy من هذا الشيء بتعمل ليستة بالنوت بالنوت بوك تبعك وبتسايفه وبعدين تيجي على السنايبر بوت وبتعمل لصق بهذا المكان تمت شايفين صار عندي هون matrix هذا الاسم اللي انا خلرته هذا الاسم اصدقائي صار انت عندك محفظة طيب بنفوت على الاعدادات بالماتريكس بهذا المكان بنضغط عليه و بنفع على ثلاث اشياء مشان مرة واحدة هي اصدقائي مشكل مرة فيك تعمل شي اسمه blind follow يعني بتلحقه على العمياني شترا شترا باع باع كده انا ما بدي اعمل هذا الشيء وفيك تعمل multi multi wallet يعني فيك تعمل اكتر من محفظة وكل المحافظة تتبع هذا الحوت ما رح ندخل فيها لانه بنا نشغل على محفظة واحدة بنعمل auto buy و بنضغط على buy amount يعني المحفظة الحيتام بيكون فيها خمسين الف دولار بائت الف دولار لما بيجي شتري بواحد بي ام بي انت ما بتقدر شتري بواحد بي ام بي او بي عشر بي ام بي فانت بدك حط buy amount شو الامونت تبعك بنضغط على buy amount بننزل الاسفل رح يطر عنا شو هو الامونت تبعك فانا خليني حط الامونت تبعي اللي انا بدي اياه صفر فاصلي صفر خمسي متلا او صفر اثنين بي ام بي يعني هذا المبلغ اللي بدي فيك تحط قدي المبلغ اللي معاك هذا الشيء بيرجعلك ولكن انا فقط للتجربة لنقول صفر فاصلي واحد صفر فاصلي اثنين صفر فاصلي صفر ثلاثي يعني شو المبلغ اللي بتحبه حطه وبعدين بتضغط enter شوية لا عفوا صفر فاصلي صفر ثلاثي enter نستنى شوي لانو الانترنت عندي شوي ضعيف اوكي اصدقاي تمام حاليا يعني نستنى ثاني دقيقتين وبعدين بتعمل update لانو على الكمبيوتر احيانا بيعلف على الموبايل على السريع بيشتغل فشوي رح يعزبني بالتسجيل ولكن خلص اخترنا الامونت اللي بنا اياه اللي هو صفر فاصلي صفر اربعة هو هذا المبلغ فيك تحط المبلغ اللي انت بناسبك طبعا ومرتاح عليك بنعمل return او قبل ما نعمل الانترنت فينا نعمل شي كمان اسمه copy cell انه هو لما يجي يعمل cell نعمل cell او auto cell منفعلة او كمان متل ما قلنا بالحلقة الماضي فيك تحط cell high والcell low يعني اذا انت بدك تعمل cell high نضغط عليها او كي او خلينا اذا قلنا وصل او متل ما هون اذا كرين طبعا انه او لنقول وصلت عندك 200% ربح وانت مو موجود ومو فاضي وبدك تبيع ففيك تعمل هذا الشي فيك تحط مثلا 200 او كي مثل ما انت شايف صار cell high 200 عندك بدنا نحط لنقول انه قدية لما توصل الـ 200 انا نبيعها 50% منهم بتحط على cell high 200 cell high amount الكمية 50 بتكتب 50 نص المبلغ افوان cell high 50 اي او كي نسيت نحط السل high اول شي بنختاره السل high بنحط اذا وصلت 200 وبعدين السل high amount بنحط 50 بنحط 50 او كي فهلا انت اذا ارتفعت العملي 200% بتقدر تبيع 50% كمان فيك تغير يعني اذا وصلت مثلا 400% تحط بدي بيع مثلا 70% هذا الشيء برجع لك حطنا كل شي زبطنا كل شي وهلا بدنا نعمل ااااااااااا play عملي نقول الحوت هذا الحوت اللي هويي انا احب يعمل طبعاا صفقة ما ما وتبرص صفقة طبعاااااا خلينا نشوف عملة محدهة خلينا نشوف هاي العملة اسمه smart me me اوكي نضغط عليها بناخد كوبى أنا طبعا بقناة تليجرام يعني عامل بوتات فبس حط أي contract في عندي بوتات هدا مو بوتات تابعة للسنايبر هاي بوتات أنا لألي بتعطيني طبعا بالمجموعة عندي بتعطيني كامل التفاصيل اللي هي هل سرق قبل الديولوبر أو لا هل مغلقة أو لا ولكن اللي بهمني أنا التاكس مشال أنا أحطها بالبانكيك سواب إذا ما عندي سنايبر بوت فلازم أعرف طبعا التاكس 3% شراء و3% ببيع ندخل له وين على البانكيك سواب هذا اللي ما عنده طبعا اللي من المهم جدا رح يطلع بالفيديو بعلى القائمة كيف تتعلم تعمل متا ماسك كيف تحول من بايننس عليها كيف تتداول فيها مهم جدا أحضره طبعا نضغط على الميتا ماسك أو قبل ما نضغط على الميتا ماسك بنعمل شي اسمه connect wallet بنربط المحفظة مع الموقع محفظتنا الميتا ماسك مع الموقع رتبطت already طيب أنا أخذت العقد العملة ندخل لهذا المكان بنعمل paste اسمه smart meme هاي عملة جديدة meme coin عذرا meme coin أنا ضيفة already ولكن إذا مو ضيفة رح تظهر عندك بهذا المكان وتكبس اوكي فبط نضاف عندك طيب أنا كحوت تخيلوا بدي اشتري بصفر فاصلي صفر أو خلينا نحط الماكس أول شي كمل الماكس عنا صفر فاصلي واحد ستة ها بدي اشتري بصفر فاصلي لنقول صفر ثماني حلو وبدي أعمل swap رح يعمل لي بهذا الشكل استنى شوي نعمل لتشوفوا لأنه بيعمل لك transaction من غير هاي الفترة ومن غير ما إذا تعرف شو هو التاكس أو لا فكله بيعمل بشكل أوتوماتيكي بنعمل confirm شايفين أصدقائي موباشرة حتى نعمل شي اسمه front run يعني سبق already المشتري قبل ما يعمل transaction تمت عملية الشراء ونسخ الصفقة بشكل كتير رهيب شايفين اشترينا بقيمة صفر فاصل صفر أربعة لأنه هذا المكسيموم تبعنا هذا المكسيموم اللي حطنا الحوت اشتري بصفر فاصل صفر اثماني نحن اشترينا بصفر فاصل صفر أربعة بما قيمتهم صفر فاصل صفر ثلاثة ثمانية سبعة وبيطلع لك بالأعلى بال primary trade بيعطيك التفاصيل اللي هي قيمة الصفقة وينها وتعمل عليها تتبع طبعا وبتنزل شوي رح تلاقي داشف مثل يعني مثل لوحة هاي شو فيها طبعا تقدر تبيع بشكل مباشر 25 50 كده وفيك تعمل شي اسمه buy the dip هاي كمان رح نتكلم عنه ال buy the dip يعني شراء الهبوط كيف منحددو منحددو مندخل على شي اسمه threshold نضغط عليه ومنختار الماركت كاب رح يسألني انه شو الماركت كاب اللي بدك اياه بالدولار طبعا هلا الماركت كاب له هاي العملي كام لنا 400 الف نتأكد 400 الف انا اذا نزل الماركت كاب عندي لل 150 الف طبعا بتحط الارقام كاملي 150 الف انا بدي اشتري بدي اشتري الدب يعني او الهبوط نضغط اوكي نضغط شوين من الموبايل لانه احيانا بيعلق عندي الكمبيوتر والسنايبر بود اساسا يعني عم بعمل تسجيل للكم طبعا 150 الف رح اكتب هون تمت شايفين الدغري تحدث 150 الف المبلغ اللي انا بدي اشتري فيه 0.01 بتضغط عليه وبتفعل ال buy dip اللي باللون الاحمر ولكن انا ما بدي اشتري فيك تعمل هيك خلص هلا انصار فيك تشتري لما ينزل السعر للماركت كاب من 447 الف لا 150 الف تقدر تشتري انت حتى لو ما كنت موجود فان هلا عملت copy خلص صارت عندي العملة بقدر بيعها بقدر خليها بنقلها لمحفظة تاني ممكن استنر الحوت لا يبيع تبيع معه it's up to you اوكي هاي النقطة التاني انتهينا منها اوكي اوكي منرجع شوي اذا بدك ترجع طبعا على المينو الرئيسي نضغط على المينو ومنختار سنايبر مرة تاني مشان نشوف الشيء التاني المهم اللي اسمه بريسيل شو البريسيل بشكل مفصل البريسيل احيان العملي بتعمل اطلاق وبتعمل فاندينج جمع يعني قبل ما تنطرح على السوق وتنزل بالتداول بيصير عليها بريسيل وين البريسيل؟ البريسيل معظم بيصير بمنصات مثل البنكس البنكسيل هلا رح ندخل عليها ولكن قبل ما ندخل بنضغط على البريسيل وبنختار شبكتنا نحن عمل نشغل على الباينونس بي اس سي او نختار الكونفيجراشن او مو هلأ الكونفيجراشن نختار الكونفيجراشن بعدين اوكي نضغط على اد بريسيل اضافة بريسيل عم بيقلي انت حابب تقتنصه ندخل على البنكسيل طبعا في فيديو اللي هو يشرح عن الميتاماسك موجود اساسا فيه كمان عن البنكسيل وهلأ رح تكلم شوية تفاصيل يعني اضافية اوكي خليني اعمل كابي مشان ما نضيعها اوكي اوكي ندخل اول شي على البنكسيل في شي اسمه لانش بالز ونضغط على لانش بالز او قائمة الاطلاقات حلو ندخل على شي اسمه ننزل شوية الاسفل منلاقي شي فلتر يعني فلاتر بتحدد لنا نحنا شو بنا نحنا نضغط على الفلتر ومنضغط على شي على الثاني فلتر البول تايب طبعا نختار شي اسمه بريسيل الخيار الاول رح يطلع لنا عدة خيارات اوكي انا شفت هاي مثلا الجروك بانك الجروك هاي مثل ميم كان عاملو مثلا عملو على ايلون ماسك والبونك طبعا عملة البونك كمان ميم كوين على السولانة فعملين مثل جمعين بين الاثنين فهذا ممكن ما عم قلقك تدخل عليه ولاك عم قلق الطريقة نضغط على فيو طبعا هذا السيل او البريسيل رح يبدأ بعد ثلاثة ايام وسبتعشر يعني وسبتعشر ساعة يعني بتقريبا شي اربعة ايام نضغط على فيو بهذا المكان طبعا لازم تعمل لينك مع الميتاماسك تربط محفظة بالميتاماسك لا انت اذا سنايب ربط ما رح تحتاج نضغط على فيو بهذا المكان رح تضرع لنا العملة اوكي قراءها شوفها اللي بدو يشوفها مثلا كده عشابتك اوكي في عقد رح تلاقوا بعد العملة مباشرة الشرح عن العملة رح تلاقوا شي اسمه بريسل ادرس او عنوان البريسل بناخد كوبي عنو مثل ما انتو شايفين بهاي الطريقة وبنرجع لوين على السنايبر بوت بنعمل لصق ان شاء الله ما يخذلنا تمام هاو ماني بي ام بي عم بيسألني قديش بدك بي ام بي اتو ايب اندس قديش بدك بي ام بي انا عندي بالمحفظة مثلا صفر فاصلي خمسي نصف بي ام بي هاي لتجربة طبعا انا بدي بصفر فاصلي واحد بي ام بي اوكي بضغط انتر حلو انا اشتركت بال جي بونك سنايب بريسيل اوكي خلينا نضغط على السنايب بريسيل بهذا المكان فعالته اوتو كليم كمان بيعمل لك اوتو كليم اذا انت حابب اوكي الكنتر الناهو ماني صفر فاصلي واحد 0.1 بي ام بي خلينا ندخل على الموبايل لانه احيان بيعلي عندي الكمبيوتر والتليجرام اساسا انا اعمل رابطه بس مشامل يعني التسجيل التليجرام كله على الهاتف مثل الواتساب يعني اوكي تمت سنايب بريسيل اوتو كلايم الامونت 0.1 بي ام بي والت مين البي اس سي ديفولت طبعا بالاكتابات دائما الجيوة بتسموها هاي مثل الفيز للبي ام بي بالبريسيل بيكون دائما عالي اوكي مندخل عالجاز بريس ويفضل يعني تحطه بين 30 للاربعين اوكي طبعا حسب اذا كان في بريسيل ما بيصير عليها ضغط يعني ما بتخسرك كتير خليني حط رقم محدد اللي هو 20 مثلا gas price set to 20 جيوة او ما بعرف شو هو اللغة تبعه بالعربي اوكي status is coming currency pmp mini max كان start time friday بيعطوك end انت بيانتهي وهي التفاصيل خلاص هلا انت اريدي صرت مشترك بهذا الموضوع اوكي خلينا نعمل بنرجع على بسم الله الواجهة الرئيسية اوكي هلا هيك خلصنا من البريسيل يعني بنضغط على البريسيل مثل ما قلنا البي اس سي طبعا هون المحفظة تبعنا عفوا الكنتراك تبعهم البريسيل تبعهم بندخل على الconfiguration بنحط شي اسمه هون فيك تتحدد الگاس تبعك مشانك تأكد الصفقة وهون هذا شيء مهم يعني اساسا نحن لازم دخلنا على الconfiguration اول ولكن تقدر تعبدل sell high يعني انت اشتريت وانطلقت العملة عملت وبدك تبيع لما مثل لنا sell high انا بدي بيع لما تعمل العملة 500% بضغط 500 enter وبدي بيع 60% لنقول بنحط sell high amount نضغط عليها انا بدي بيع 70 اوكي sell high amount 70% يعني رح بيع 70% من قيمة العملة اذا حققت 500% فيك تبيع 40% 30% it's up to you وبس خلص هذا 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 بشكل عام اصدقاي بنضغط على منو مرة جديدة بنضغط على sniper خلصنا من pre-sell copy trade call channel هلأ منيجي شي للكود مود قبل منيجي للكود مود رح اتكلم عن شغلي بسرعة لانه كتير ناس طلبتها مني اللي هي طبعا شي اسمه fair lunch fair lunch في عملات مختلف عن pre-sell يعني اذا انت مشتري هون بالعملة حتى لو شريت اول واحد او اخر واحد same يعني ما في اختلاف فهذا شيء مهم طبعا بعد ما تنتهي رح ينتهي هون انتهى هذا رح يظهر شي اسمه claim بهذا المكان تضغط عليه وبتعمل تفعيل هذا ما عم تستخدم sniper بتعمل تفعيل وخلص بدك تشوف الشارط من هذا المكان طبعا بالعادي احيان هون بقنوات telegram بيذكروا باي وقت بتم عملية البدء التداول خلينا نرجع هلأ بنجي على god mode وهو هذا طبعا معظم الناس كمان بتحب تدخل فيه خلينا ندخل عليه بنختار شبكي PSC بندخل على configuration ok هاي بعدين مو مشكلة خلينا ندخل على الأشياء الرئيسية return نضغط على شيء اسمه add god mode which token address you would like to add to god mode خلينا ندخل على قناتنا كمثال خلينا شوف أنا منزل للتجربة طبعا اوكي أنا منزل عقد عملة اوكي التاني ها هي باخد copy هلا اللي رح لكم ليش بتاخد copy عفوا ليش بتاخد copy عنا يعني في عملات كتير بالسوق على telegram مثلا عند موقع على telegram او عند موقع على twitter او على الويب سايت بيقول لكم انه رح نعمل stealth lunch stealth lunch يعني انه رح يطلقوا العملة على الويب سايت تبعهم او على telegram ورح يحطوا العقد تبعهم ورح يعلموا انه يوم غد رح يبلش التداول او رح يبلش الاكتتاب او الشراء عليها فبتيجي هون موضوع السنايبر هون السنايبر بيستنى يعني بياخذ copy للعقد تبع هاي العملة وبياخذ ها وين بيعرف انه بكرة مثلا رح تنطلق العملة كتير ناس رح اذا كان المشروع جيد كتير ناس رح رح تاخد فبيحاول ياخد اول واحد بنرجع عفوان اوكي بنعمل لصق للعملة هاي مثلا على فرض انه هاي العملة لسه بدأ تنطلق ونضغط enter شوف رح يطلع لك هاي الشاشة فيها تقريبا اكتر من خيار فيها الليكوديتي اذا مثلا هاي العملة اريدي بالسوق فما رح يقدر يعمل عليها هذا الشي ولكن عم بشرح لك التفصيل شو هو لش اسم الليكوديتي الليكوديتي يعني العقد العملة اريدي انشأوا العملة وانشأوا العقد ولكن ما حطوا فيها سيولي اللي يتم التداول عليها السيولي بحط المطور بحط مثلا سيولي لنقول 10,000 دولار بحط فجأة انه هاي 10,000 دولار معنات قيمة التوكن تبعهم 0.301 او 401 هاي قيمة التوكن لانه لازم يكون فيه سيولي مش هنصير فيه عليها تداول العملة فلما يضيف المطور الليكوديتي الليكوديتي او السيولي سنايبر بوت اول ما تنزل الليكوديتي على السيولي على حوض السيولي تبع العملة او البير تبع العملة بيلقط هذا الموضوع وبيعمل عملية شراء يعني بتكون انت اول واحد او من اول عشرة بيشتر العملة فالعملة لما يعني انت عم تشتريها بماركت كاب 10,000 يعني بحجم السيولي فلما العملة ترتفع مثلا صار عندك بحدود الالف دولار الالف دولار الالف دولار ممكن توصل مليون حسب طبعا مو دائما اكيد لانه في بين بلوك 0 لبلوك 10 دائما بيكون في المطور حاطة سليبرج عالي جدا يعني بتوصل احيانا 80% 90% أو 100% مو سليبرج تاكس تاكس عالي جدا فمو دائما ولكن دائما انت لما بيكون البوتنشل تبعك كبير هاي شرح مفاصلة عن فعندك عندك السنايبر لكوديتي التيربو تيربو بلسه ما جربتو لانه جديد نزل عندن ولكن خلينا وعندك البلوك ديلي ليش البلوك ديلي خلينا اول شي نضغط على ديلي دائما اول ثلاث بلوكات معظم المطورين بيحطوا يعني بيعملوا وبيعملوا كتير صعوبات فما بتقدر تستفيد فأنا بفضل من البلوك 8 إلى 12 مثلا حتى نحط 12 هذا ديلي تابعك يعني اول 12 انت ما بتدخل ما بتخاطر مشان ما يكون عليك بلوك من المطور نضغط على شي اسمه سنايب لكوديتي نضغط عليه نضغط اوكي ما بدي اعمل سنايب هلأ لان العملي قريدي اصدقائي بالتداول ما راح عمل هذا الشي بدي حاول لجيب عملي هلأ خلينا ندخل على مثل طيب ما بدي نحط العملي لحظة خليني حاول تلاقي عملي لسه ما عليها سيولي لحظة شوي طيب اصدقائي حاول تجيب عقد لسه يعني العملي ما انطلقت للتداول للتجربة طبعا اوكي راح ندخل على سنايبر مثل بس دخلت ضغط سنايبر مثل هلأ من مين جبت انا يعني في عملات مثلا العملي اللي على pink cell هيعملنا عليها اكتتاب راح تنطلق يمكن بعد يوم او يومين اوكي فمفي عليها سيولي راح ناخد التوكن ادرس عقد العملي بناخد كوبي ومن اجي وين بنضغط وطبعا بنعمل add mode مثل ما قلنا وبنحط ومنحط طبعا ال contract تبعا وبعدين بنضغط على sniper method بس نضغط على sniper method بيعطينا هاي التفاصيل هاي التفاصيل مهم ليش هاي التفاصيل بيعطينا انه added liquidity يعني فينا انا اخذ هلأ خليني اغلق هاي معلش ناخد كوبي هاي الطريقة لما يعملوا added liquidity بيعمل عملية القنص بس انت بتاخد كوبي وبتضيف هون ف او فيك انه تعمل لما reannounce ownership لما عقد العملة يعمل عليها صاحبة طبعا او اعلان انه هو او عندك خلينا نشوف في كتير تفاصيل هلأ في يعني فيك تعمل انه لما يصير في approval على contract حسب ولكن ان بدك انت added liquidity وطبعا هون في شي اسمه enabled trading او فيك تعمل عند enabled trading يعني لما يبدأ التداول او لما يسمحوا بالتداول هلأ ممكن تكون عليها هاي العملة فيها سيولي لانه صار في عليها funding already ولكن لما يصير عليها enable trading بنضغط paste بهذا المكان فانت بتتم عندك عملية configuration لها العملة لنا ندخل على المود add mode بتحط contract اللي انت عارف بدك اياه وهون منعدل مثل ما لنا انا بدي استنى تقريبا 10 او انت حسب يعني انا ما بقدر اقول كيف هو بالنسبة لك ممكن تقول 8 او 4 حسب اوكي نستنى خلينا استخدم الهاتف ما ليش رح يعذبني اليوم لكن انه هذا شرح انا رح ادخل على بالهاتف وضغط رقم 8 اول شي خليني غير السنابر مثل بدي حاول اشتغله من الهاتف وبد اعمل enable trading اعمل copy على enable trading 1 minute اوكي اخد copy لصق اوكي و رح اعمل ايضا enable block delay رح اختار 8 عم بيقل لي انو valid method id اوكي خلينا نختار المثود بهذا المكان اوكي 1 minute اوكي 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 هلأ تمت لانو على الهاتف على الموبايل يعني على نضغط على liquidity اصدقائي وبعدين snipe liquidity بهذا المكان block delay اوكي بنختار انا رح اختار 8 انا عندي تمت على الحاتف ولكن انت بتختار block delay اوكي لحظة شوي اوكي اوهاي الكمية لحظة شوي مالش لحظة اوكي اوكي انا عمشتغلي من الموبايل اوكي 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 تمت اوكي اوكي رح تلاقوا انو الblock delay 12 على الهاتف لما تشتغلوا على الهاتف ما رح يكون عندكم مشكلة ولكن على اللابتوب صعب لكن لانو من اجد التسجيل عم حاول طبعا شو الكمية اللي انتو حابين تدخلوا فيها 0.1 bmp اوكي تضغط على 0.1 bmp اوكي بهذا المكان اوكي انا بدي 0.04 لنقول اوكي وهنا السلبج يعني السلبج بالعادي انت بتغيره اوكي دائما بالاكتبات بيكون عالي يعني لازم تحط يعني فوق العشرين مشان مشان تنجح من اول مرة اوكي راح نلاقي انو ما اللي عم بيشتغل على الهاتف انا لانو على الكمبيوتر فالسلبج الاسلبج الاسلبج هنحطه هنحطه 20 او 30 حسب قوة العملة ورغبتك انك تاخدها اول شي ما بتحطها يعني على عملات اي كلام اوكي تمت العملية اصدقاي وانتهينا ارجع عيد الفيديو مرة مرتين ثلاثة اوكي مشان توصل لك الفكرة بشكل ممتاز ولكن هذا بشكل عام كل شي بيختص بالسنايبر بوت يعني التفاصيل اللي فيه كيف ممكن انت تستخدمه كيف ممكن تطور من هذا الموضوع مثل ما لنا الكريبتو تريد البريسيل سهل كتير الجاد مود شوي بس بدك تتعب فيه لا تعرف يعني موعد الاطلاق اذا كان تاخد الكونتركت قبل بفترة تختار الاسنايبر مثل تبعك يعني تختار ازا قلنا مثل ما انتم شايفين اعطاني هون انه انا تفعل عندي اكتف قاد مود واحد البريسيل عندي اكتف واحد عندي اكتف تريد فايف اوكي هذا كان بشكل عام اصدقاي بتمنى التوفيق للجميع يعني هذا الفيديو متعب جدا تحضيره لانه عم بشتغل بين الكمبيوتر والهاتف والكمبيوتر ما بيساعد للتليجرام لانه مو مخصص للتليجرام اساسا فبتمنى لكم التوفيق بتحبوا تدعموني ادعموني بلايك او شير للقناة اذا مو مشترك كمان بتساعدني بالاشتراك وبروابط طبعا الوصف ممكن تلاقوا كل شيء بخص المنصات المركزية واللا مركزية اذا حابب كمان تدخل بعالم الكريبتو فيك تسجل عن طريق هاي الروابط وبالتوفيق لجميع اصدقائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا